اشتركوا في القناة قبل كده مرتين وثلاثين لكن المرة دي هيكون فاصل زمني قليل جدا طبعا كلنا فاكرين ان البطولة حصلنا عليها او النجمة التاسعة حصلنا عليها 27 نوفمبر ويا له من تاريخ فرس كان تاريخ مهم جدا وان شاء الله مع انطلاقة البطولة قصاد فريق انا ارى ان هو متواضع وفرصة كويسة جدا في ظل الغيابات نتيجة فيروس كورونا بيغيب افشا بيغيب قصد السلية بيغيب رمي ربيع وبيغيب افشا تأثير افشا كمان في النملوش بديل فحتى انا بقول افشا فكرت في مين البديل للحظات بس ان شاء الله ده يكون حل من جوال ملعب نادي سند من نيجر هو نادي تأسس 2014 نتمنى لهم الشفاء والسلامة كان الاساس محمد الدماطي فيروس كورونا كان رئيس الباسة والان رئيس الباسة والكابتن سيد عبد الحفيز نتمنى ان شاء الله الشفاء لكل عناصر النادي الاهلي وكل العيب النادي الاهلي والجهاز الفني ولكل المصريين ان شاء الله نعدي المحنة بتاعة فيروس كورونا دي ان شاء الله يا قسامة وزي ما قلنا نادي سند ابن نيجر هو فريق كان متأسس في 2004 في مدينة نعامي الفريق بطولاته مش كتير ومش هو رقم واحد في النيجر يمكن فريق السحل ده ممكن تردد اسمه قدامنا قبل كده فريق طبعا بطولاته اعلى بكتير جدا ولكن بداية جيدة في ظل الظروف يقدر النادي الاهلي يعبر عن نفسه وعن شخصيته من بداية البطولة نفتكر احنا عملنا سكور تاريخي في الادوار التمهيدية في البطولة الماضية فرق في شخصيتك سواء اطلع بره او الفريق سبنة 2040 طبعا البداية القوية بتفرق كتير جدا ودايما يا جماعة لازم نفهم كده ورسالة لعيب النادي الاهلي الانتصار عادة طالما فيه فوز هيجيب فوز فتتعود على فكرة وجودك على منصة التتويج دلوقتي اللاعب اللي دخل النادي الاهلي وليكن مجد أفشا اللي قضى عام كامل في النادي الاهلي حصل على 4 بطولات متنوعين بشكل كبير جدا فأكيد تعودنا خلاص او انتوا تعودتوا كلعابين ان انتوا توقفوا على منصة التتويج فكل بطولة ان شاء الله تكون من البداية هدفكم دايما منصة التتويج وطبعا اتحاد القرى النهاردة بعد ما قلنا فيه القيد الشتوي هيبدأ في فبراير وقلنا ان ده يحصل ازمة بينه وبين الانتقالات مع الكاف رجع تاني لبداية يناير لنهاية يناير ونقدر دلوقتي تقريبا كده كل اسبوع نضيف صفقة جديدة زي ما بكل اسبوع بنضيف بطولة